أهلا بكم وحياكم الله مشاهدين الكرام نعود لحضراتكم لاستكمال ملفات برنامج الله يصبحكم بالخير بإمكانكم المتابعة وأن تكونوا معنا من خلال رسائلكم الواردة لصفحتنا على الفيسبوك وإن كان هناك مداخلات أو اقتراحات للأيام القادمة برسائل خاصة نستقبلها كما هو معتاد الآن الحديث عن غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل التي أعلنت عن مجموعة من التوصيات بعد مؤتمر التنمية الاقتصادي وهنا التنمية الاقتصادية المستدامة كما تحدثنا عنها سابقا في البرنامج في أخبارنا المنوعة جاء ذلك بعد الذكرى الستين لتأسيسها والحديث هنا عن مشاركة خارجية عربية في هذا المؤتمر الأول الذي يعد في الخليل وفي جنوب الضفة الغربية للحديث عن هذا الموضوع معنا الأستاذ محمد غازي الحرباوي رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل صباح الخير صباح النور إلى كل مشاهدين يعطيك العافية أهلا بي طريق كانت إن شاء الله تمام من الخليل رمال الله الحمد لله نعم بداية الحديث عن التنمية الاقتصادية المستدامة وما تم عقده في الخليل مؤتمر يعد الأول من نوعه تحكي لنا عن المؤتمر يعني المؤتمر كما تفضلت هو بمناسبة مرور ستين عام على تأسيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل وجاء هذا المؤتمر لتسليط الضوء على أهمية هذه المحافظة الاقتصادية ووزنها وثقلها الاقتصادي وتمت دعوة مجموعة أو عدد كبير من رؤساء الغرف التجارية وخاصة العربية والصديقة للاطلاع على تجرب هذه الدول وهذه الغرف والاستفادة منها وكذلك لعمل علاقات استراتيجية طويلة الأمد مع هذه الغرف ومع المؤسسات ذات العلاقة حتى نستفيد من هذه التجارب ونبدأ من حيث انتهوا في تجاربهم وأيضا كان الهدف من هذا المؤتمر زيادة الصادرات الفلسطينية إلى مختلف أنحاء العالم وخاصة إلى الدول العربية والصديقة والشقيقة وأيضا كان الأهداف والأهداف المهمة والهمة جدا أعتقد هو تغيير الصورة الذهنية الموجودة حتى لدى الدول العربية عن الفلسطين وعن البيئة الاستثمارية في فلسطين وعن الأمن والجدوى الاقتصادية التي تتمتع بها المشاريع التي يمكن أن تقام في فلسطين وأيضا البيئة التشريعية طيب كما هو معروف يعلم الجميع بأن الخليل هي عاصمة الاقتصاد الفلسطيني يعني باعتراف الجميع وهي العمود الفقري لمحافظات الوطن من حيث الاقتصاد كيف تقرأ غرفة تجارة والصناعة الخليل هذا الكلام؟ كيف تساعد التجار تقف إلى جانبهم؟ بالإضافة أيضا كيف تنمي القطاع الاقتصادي؟ هذا المؤتمر وهذا المعرض جاء تلبية أو جاء دعما للواقع الذي تفضلت به نحن أردنا كما ذكرت أن نصلت الضوء على هذه المحافظة وما يوجد بها من إمكانيات وكانت هناك رؤية من مجلس إدارة غرفة التجارة وصناعة الخليل بأن يكون هناك معرض على هامش هذا المؤتمر حتى كما تعلم المؤتمر هو مجرد أوراق عمل وحديث ولكن نحن أردنا أن يكون هذا الحديث مقرونا بالواقع ونرى العالم بأننا لا نتحدث فقط وإنما هناك واقع موجود وهو الصناعة الفلسطينية الموجودة وهو كان هناك حوالي خمسين شركة أو خمسين مصنع ومعظمها أو جميعها وأستطيع أن أقول جميعها لديها القدرة على التصدير لا بل هي تصدر إلى العديد من الدول في جميع أنحاء العالم وعلى رأسها الدول الأوروبية أيضا ليس الدول العربية فقط وبالتالي أعتقد أن إقامة هذا المؤتمر وهذا المعرض هو دعم من الغرفة التجارية للقطاع الاقتصادي وللمصانع والشركات الموجودة في هذه المحافظة سيد محمد أثناء متابعة لهذا الموضوع تصفح لصفحات إلكترونية أيضا الفيسبوك تحدث عن مؤتمر الخليل اقتصادي الأول الذي عقد قبل أيام من الآن واختتم أيضا بالأمس تقريبا امرأة زائرة للمؤتمر أعتقد من البحرين حسب قراءتي قالت ما شفت هذه الصناعات موجودة في مكان تاني وقيل بأن هذه فلسطينية ما كنت صدقت فعلا أنا لما شفتها على أرض الواقع أفتخر بالصناعة الفلسطينية وهي من أفضل الصناعات كيف تم هذا الحديث وبناء على إيش قالت يا سيدي هذا الحديث تم من سيدة أو من سمو الشيخة الشيخة مريم بنت خليفة آل خليفة وهي من العائلة المالكة في البحرين يعني من الجدير بالذكر أن هناك كان وفد كبير من البحرين من سيدات الأعمال في البحرين من متدة سيدات الأعمال في البحرين وأيضا من الغرفة التجارية وكان يضم مجموعة من رجال الأعمال البحرينيين وطبعا أعضاء في الغرف التجارية وعدد كبير من رجال الأعمال عندما رأت المعرض ورأت الصناعة الفلسطينية قالت أنا يعني لو قيل لي بأن هذه الصناعة صناعة فلسطينية رأيتها في أي مكان آخر لم أكن لأصدق ولكن عندما رأيتها هنا بأم عيني وفي هذا المعرض وطبعا تم شرح من أصحاب المصانع عن صناعتهم وطبعا تم توزيع الأوراق والبروشورات والدليل للصناعة يعني هي فوجئت وقالت فعلا هذه صناعة نفتخر بها ونحن سنعمل على تسويقها من هنا يعني ذكرت تغيير الصورة الذهنية للإخوان وحتى الإخوان العرب عن فلسطين وعن إمكانية الاستثمار في فلسطين وعن جدوى الاستثمار في فلسطين والجو الآمن في فلسطين يعني البعض لم يكن يتوقع أن يكون أن ننعم بهذا الأمن والأمان وأيضا البيئة التشريعية الموجودة في فلسطين لإقامة الاستثمار وإقامة المشاريع الاستثمارية طيب يعني بناء على ما ذكرت بأنه في هناك بعض الصناعات فعلا تصدر إلى العالم تشتهر معظم المدن الفلسطينية بتصدير بعض المواد إلى كل العالم ليس فقط الوطن العربي بناء أيضا على ما تم عرضه في المعرض بدنا نعرف إحنا والمشاهدين إيش اللي عرض في المعرض إيش الأمور اللي اعتمد عليها أهل الخليل محافظة الخليل الغرفة التجارية الصناعية بعرض مواد أو منتجات تحدث عنها العرب يعني كما هو معروف الخليل تشتهر بالحجر والحجر معروف عالميا ويصدر إلى جميع أنحاء العالم وقد شارك في المعرض مجموعة من الشركات التي تصدر إلى جميع أنحاء العالم هذا بالنسبة للحجر أيضا كان هناك الصناعات المعدنية وكانت الصناعات البليستيكية وكانت الصناعات الغذائية والأحذية والجلود طبعا كما هو معلوم أيضا الخليل تشتهر بصناعة الأحذية وكان هناك مجموعة من المصانع التي تعمل في هذا المجال وعرضت بضائع رائعة وهي تضاهي بل أفضل لا نقول تضاهي بل هي أفضل مما يصنع في كثير من الدول وتصدر إلى مجموعة من الدول الأوروبية هذه البضائع جميعها كانت موجودة في هذا المعرض وإيضا طبعا لا ننسى الألبان ومصانع الألبان والمواد الغذائية بشكل عام كانت في هذا المعرض وشاركت في هذا المعرض بالنسبة لموضوع العنب المزارعين الخليل تشتهر بالعنب وربما هذا يقع على عاطق وزارة الزراعة أيضا في دعم المزارعين ومتابعتهم لكن أنتم أيضا في ممكن المؤتمر في موضوع المعرض لم تتطرقوا إلى موضوع العنب يعني كانت الضيافة في كل مناسبة وفي طبعا في وجبات في جميع الوجبات تكون العنب وفي الضيافة يعني كان العنب هو رمز للخليل رمز للخليل وحتى يعني على المنصة كانت كانت قطوف العنب موجودة حتى يعني نظهر بأن هذه المحافظة مشهورة بالعنب وبزراعة العنب رغم ما تعرضت له هذه الزراعة من مشاكل الشهد في عنب الخليل بناء على متابعتكم لموضوع شقي الوطن الضفة الغربية وقطاع غزة والتبادل التجاري ما بين حقيقة التوأمتين خلينا نقول الضفة وغزة لأنه عمرنا ما إن شاء الله ما بيكون فيه هناك انقسام كيف تبعتم هذا الموضوع يعني كانت النقطة الأولى في التوصيات هي الدعوة إلى الوحدة الوطنية وتوحيد شطراء الوطن ولا ننسى أن قطاع غزة كان يشكل حوالي 40% من الاقتصاد الفلسطيني وبالتالي نحن فقدنا هذا الجزء الهام أو العمل نحن لا نقول أننا فقدناه وإنما نقول بأننا خسرنا أو الاقتصاد الفلسطيني خسر نسبة عالية من تجارته ومن اقتصاده بالانقسام السياسي الموجود حاليا توصياتكم في دقيقتين أو دقيقة ونصف قبل نهاية هذه الفقرة كان هناك العديد من التوصيات النقطة الأولى كما ذكرت هي الدعوة إلى وحدة تراتري الوطن إقامة منطقة صناعية في محافظة الخليل دعوة البنك الإسلامي للتنمية لضمان الاستثمارات في فلسطين كما هو الحال في الدول الإسلامية دعم صندوق استثماري لدعم المشاريع الصغيرة أو إنشاء صندوق استثماري لدعم المشاريع الصغيرة ضغط الدول الصديقة والمؤثرة على إسرائيل لتسهيل تدفق البضائع والأفراد هذه كانت من النقاط الهامة جدا طبعا تفعيل الاتفاقية الجمركية العربية لإعفاء البضائع الفلسطينية من الجمارك دعوة المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في فلسطين حيث أن البيئة آمنة وأيضا بها جدوى اقتصادية وتشريعيا قانون تشجيع الاستثمار من أفضل قوانين الاستثمار في المنطقة والعديد من التوصيات إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق وشكرا لحضرتكم طبعا الأستاذ محمد غازي الحرباوي رئيس غرفة تجارة نقدر نقول رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة الخليل ولا فقط تجارة وصناعة هي تجارة وصناعة وأيضا زراعة وإن سحبت هذه التسمية الزراعة ولكن الاتجار بالزراعة أيضا هو ضمن صلاحيات أو غرفة التجارة أتعلق بذهني عشان موضوع العنب أشاهده فيه عنب الخليل شكرا لحضرتك الآن